اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اتنين الطيف الخطي لعنصر استوديوم يحتوي على خط واحد ملون بينما الطيف الخطي لعنصر الهيدروجين مكون من أربع خطوط ملونة ما الذي يمكن الإسلاد ليل عليه من العبارة السابقة لازم تعرف وكتب عندك أن الطيف الخطي هو خاصية مميزة للمادة يعني ما فيش عنصرين أو زريتين في الدنيا ليهم نفس الطيف الخطي عمل بالضبط زي الزل زل الإنسان هل فيه اتنين إنسان ليهم نفس الزل لا برضو نفس أي مادة في الدنيا ليها الطيف الخطي بتاعها بيقولك جزء الهيدروجين يتركب من أربع زرات لا طبعا كلما ازدادت القوة المتياف ازدادت عدد الخطوط التي يمكن رؤيتها لا برضو توجد في زرة الهيدروجين أربعة إلكترونات مصارة الطيف الخطي للستوديوم يختلف عن الطيف الخطي لباقي العناصر طبعا هي الإجابة دال لأن أنا لسه أقل لك إن اللي أنا استدل بيه إن السوديوم عندك بيختلف عن الهيدروجين ده معناه إن الطيف الخطي للستوديوم غير الطيف الخطي لأي عنصر تاني تلاتة تبقى للنظرية الزرية الحديثة لازم تعرف إن النظرية الزرية الحديثة كانت شاملة ثلاث حاجات الطبيعة المزدوجة للتبيعة المزدوجة لألكترون وكان صاحب هذه النظرية هو العالم دي براولي تاني حاجة عدم مبدأ التأكد للعالم هايزنبرج والعالم الثالث اللي هو شرودينجر واللي قال لك إن في عندنا مستويات الطاقة الفرعية طيب تبقى للنظرية الزرية الحديثة الإلكترون لا يمكن أن يتواجد في نفس الموضع مرتين متتاليتين ما فيش كلام من اللي أنا قلته الإلكترونات يلزمها متصاص فتونات الطاقة بشكل مستمر للانتقال للمستويات الأعلى ممكن تكون الإجابة ممكن تكون الجملة صحيحة ولكن ليست ضمن النظريات الزرية الحديثة هل الإلكترون شحنته واحد وستة من عشر في عشر أسي سالب تسعة عشر برضو لا لي مش من ضمن النظريات الزرية الحديثة إنما الإلكترون يستحيل تحديد موقعه وصرعته معا بدقة ده كان من ضمن النظريات الزرية الحديثة رقم أربعة أي من مجموعات أعداد الكم الآتية تعبر تعتبر غير محتملة أي من مجموعات أعداد الكم الآتية تعتبر غير محتملة طالما جاب لك وقلت لك في كل الفيديوهات طالما جاب لك الشكل الـN والـL والـML لازم نترجم يعنيين ترجم أنا هجيب الورقة بتاعتي هو بيقول لك الـN هنا بـ2 وهنا بـ2 وهنا بـ2 يبقى إذن الغلط مش في الـN يبقى أنا عندي الحمد لله أن الـN بكم؟ بـ2 الـL بزيرو الـL بزيرو الـL بواحد والـL بواحد أي من مجموعات أعداد الكم تعتبر غير محتملة يعني غير صحيحة أي من ما يأتي يمثل توزيع الإلكتروني لأيون المنجنيز يبقى لازم أمسك المنجنيز ووزعه تعال نوزع المنجنيز قالك المنجنيز بيتوزع كالآتي عندك المنجنيز MN 25 وأنا عارف أن الأرجن لأقرب غاز خامل بـ18 وأنا حافظ أن الأرجن بعدها فور S3D هنا الـ18 حطيت 2 يبقى 20 يبقى كامعة الـ25 يبقى 5 حطاه في S3D طب هو بيقول لك إيه في المسألة قالك أنه هو أي من ما يأتي يمثل التوزيع الإلكتروني لأيون المنجنيز 3 ده معنى أنه هو هيفقد كام إلكترون هيفقد 3 فقد 3 هيفقد 2 الأول من الفور S وثم يفقد 1 إلكترون من الخمسة فيصبح S3D4 فين هنا في الشكل اللي عندك S3D4 هل هنا فيه S3D4؟ آه تمام هل هنا فيه S3D4؟ لا هل هنا فيه S3D4؟ لا هل هنا فيه S3D4؟ برضو لا يبقى الإجابة بتاعتك إيه؟ رقم 6 أي من العبارات الآتية تعتبر صحيحة عناصر المجموعة الوحدة لها نفس عدد الإلكترونيات في مستويات الطاقة طبعا الإجابة دي غلط ترتب العناصر في الجدول الدوري تبعا لزيادة عدد بروتونتها طبعا الإجابة صحيحة طيب الفلزات تقع على اليمين؟ لا الفلزات تقع على اليسار؟ العناصر النشطة تقع في أسفل كل مجموعة من مجموعات الجدول الدوري؟ قالك برضو لا يبقى الإجابة عندي هتبقى بيه؟ اللي هو برتب العناصر تبعا لزيادة عدد بروتونتها قاله بصلا يجي يقولك أي من العناصر الآتية؟ أي من العناصر المجموعات الآتية ينتهي توزيعها الإلكتروني بالمستويات الفرعية N, S, C, N, B, 1 أعرف إزاي؟ بما أن هو أصلا جيب لك 1, A, 2, A, 3, A, 4, A يبقى إذن ده في عمّة في مجموعة S يمّا في الفئة S يمّا في الفئة B أهو زي ما عندك في الجدول ده مش أنت عندك إن هنا 1, A, 2, A وهنا 3, A, 4, A يبقى إذن الكلام العناصر العنصر ده يمّا في الفئة S يمّا في الفئة B طالما هو انتهى بالB يبقى أنا هستبعد 2, A وال1, A لأنه هم تبع الفائس وأنا بشوف آخر أربطال عند اللي هو الB يبقى إذن أنا عندي يا S, R, A يا F, R, A طب أنا هسألك سؤال مش بيقولك إن يستو زودتي واحد إلكترون عشان أفتح المستوى بي يبقى إذن ده هيبقى L, C, R, A لأنه هو ده يعتبر أقرب حاجه 1, A, 2, A ابدأ زود الإلكترون يبقى عندك السري A السؤال رقم 8 أي من العمليات الكيميائية الآتية تعتبر مستحيلة الحدوث أنت كده لما باجي فاكرين أنت جهد التأيون والميل الإلكتروني لما قلت أن جهد التأيون هو كمية الطاقة اللازمة لفقد إلكترون مستوى الطاقة الأخير في الحالة الغازية للزرة إنما الميل الإلكتروني هو كمية الطاقة المنطلقة عندما يكتسب الزرة إلكترون تعال بقى بص عندي في المعادلات بيقولك الكالسيوم اكتسب طاقة علشان يفقد إثنين إلكترون الكالسيوم اكتسب طاقة علشان يفقد إثنين إلكترون طبعا الإجابة دي صحيح تاني واحدة اللي هو الهايدروجين هل الهايدروجين اكتسب طاقة حتى يفقد إثنين إلكترون برضو صح؟ البي تعال دي الأول الكولور اكتسب إلكترون فطلع طاقة طبعا صحنا لسه إيه لكن منه هو كمية الطاقة المنطلقة عندما يكتسب الزرة إلكترون طب تعال بقى للبوتاسيوم هل البوتاسيوم لا يكتسب إلكترون يعني هل البوتاسيوم لما يكتسب إلكترون يبقى موجب ويفقد كمان طاقة؟ ليه؟ لأ البوتاسيوم أصلا في لز يعني لازم يفقد بيفقد إلكترون فمفروض الإلكترون ما يبقاش في المتفاعلات لازم يبقى في النواتج ولما يفقد إلكترون هيطلع كمان طاقة؟ يبقى طبعا دي اللي غلط ده مستحيل إنها تحصل يبقى بيه دي هي الإجابة لإيه؟ اللي هو عاوسها طيب تسعة معظم عناصر الجدول الدوري غازات لا في الزات أشباه في الزات في الزات بصي معاه في الجدول الدوري زي ما أنت شايف كل ده في الزات بمشي تألمي كده كل ده في الزات كل ده في الزات كل ده في الزات كل ده في الزات كله 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 الغاية تقف بقى هنا كده من أول البورون سيليكون جارمينيوم أنتيمون تيليريوم معهم الزرنيخ والسيليكون دول أشباه الفلزات ودول شوية اللاه في الزات ودول الغازات الخاملة أو العناصر النبيلة يبقى إذا محظم العناصر هي في الزيت يحل الكولور محل أيون اليوديد في محلول يوديد البوتاسيام تبعا للمعادلة الآتية ما العامل المؤكسد في هذا التفاعل طالما جيب لك معادلة انقلها على طول في كراسة الإجابة في ورية إجابتك علشان تشتغل عليها أشتغل عليها إزاي يا مستر بص معي أنقل على طول المعادلة CL2 زائد 2I سهم I2 زائد 2CL فاكر لما رسمت لك المخطط ده هنا كده المعادلة تمامه هنا عليها سالب فاكر لما رسمت لك الرسم الباني ده وقرت لك مجاب 1 مجاب 2 مجاب 3 وهنا سلب 1 سلب 2 سلب 3 وانت طالع يعني زيادة في الشحنة الموجبة زيادة في الشحنة الموجبة يعني حصل له أجسادة ولا اختزال يعني أجسادة يا مستر وطالما أجسادة يبقى عامل مختزل طيب تعال وانت نازل مش انت نازل زيادة في الشحنة السالبة آه يعني حصل له ايه يعني حصل له اختزال يعني عامل مؤكسد تعال بص معي الكلور حاليها كام عليها زيرو واصباحي كام بسالب بص صفر ونازل للسالب يبقى حصل له اختزال يبقى ده عامل مؤكسد يبقى ده اختزال طب بص كده معي اليو ده علي كام سالب بقى كام بقى بزيره ومش علي حاجة سالب وبقى زيره يعني طالع لفوق يعني حصل له ايه حصل له اكسده يعني عامل مختزل يبقى لما ارجع للسؤال بيقولك ما العامل المؤكسد يبقى بيقول لي ما العامل المؤكسد ارجع بص فين العامل المؤكسد ادي العامل اللي هو الكلو الكولور اللي هو غاز الكولور طبعا ده غلط ودي غلط ودي كمان غلط 11 وضح بالرسم مع كتابة البيانات المسلس المعبر عن قوة تجازب وقوة تنافر في مركب هيدروكسيد البوتاسيوم قالك المركب هيدروكسيد البوتاسيوم اللي هو الكي او اتش هذا الكي او اتش اسأل نفس السؤال هو ده قاعدة والله حمد طبعا قاعدة يا مستر تمام فيك مسلس خدناه ان الام وهنا ال او وهنا ال اتش المسلس ده بيعرف لك قوة تجازب ما بين ال او وال اتش والله لو قوة تجازب ما بين ال او وال اتش اكبر ما بين ال او وال ام يبقى ازا هذا المركب قاعدة وضح تاني يا مستر بص تركز معي لو انا جيت قلت لك العنصر بتاعك ايه مرتبط ب او وكمان مرتبط هنا ب اتش صحي الكلام البوتاسيا موجب والهيدروجين موجب وده سالب سالب صح مش احنا خدنا ان الموجب والسالب يحصل ما بينه تجازب اذا اهو تجازب هيتجازبه مع البعض اهو طب ملش الاكسوجين وهنا برضو يحصل تجازب اه هيحصل تجازب ده مش هيحصل تنافر اه هيحصل تنافر لانه موجب وموجب قالك لو الاو اتش دي قوة تجازبها اقوى ما بين قوة تجازب ما بين الاو والك معنى كده من اللي هيتكون الاو اتش ومش احنا متفقين لو انا لقيت او اتش يبقى ده قاعدة بس الرسمة خلصت واستقال كمان خلص يبقى تقول له كده تكتب له ان قوة قوة تجازب بين الاو اتش اكبر من قوة تجازب ما بين الاو والك اذا هذا المركب قاعدة رقم 12 تتكون زرات عناصر الجدول الدوري باستثناء الهيدروجين من بروتونات وناترونات والكترونات ما اثر امرار طيار من الالكترونات بين قطبي مجال قهرابي كالموضح بالشكل المقابل مع التعليم فيه طيار الالكترونات عدة مش الالكترونات دي شحنتها ايه ايوة سالبة يبقى هتنجزب لمين للموجب يبقى هتنحرف كده خلص السؤال مع التعليل وبما ان شحنت الالكترونات سالبة اذا تنجزب الى الموجب وكمان زائد ان الالكترونات ايه كتلتها ضائلة جدا 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 هل يمكن ان يتطفق عنصران في الدورة الرابعة من الجدول الدوري الحديث في احتواء المستوى الفرعي 3D في كل منهما على خمسة الالكترونات مفردة يعني ممكن يبقى في الدورة الرابعة في مثلا في السلسلة الانتقالية فيها عنصرين الدي في خمسة اه طبعا هو انت فاكر الاتنين اللي هم العنصرين النحاس والكروم مش كنت دول بقولك ان هم شواز يعني ايه شواز تعال في الكروم 24 مش الكروم 24 كنت تقولك ارجون 18 بعد الارجون بفتح ايه جدع بفتح الفور اس سيري دي قالك الكروم ده حالة شزة مفروض ان انا حط في الفور اس 2 بعد كده امنى الباقي قالك لا الكروم ده بعمل ايه بوانوين يعني بوانوين بحط في الفور اس 1 واملى الباقي هنا سيري دي 5 18 و 1 19 يبقى من اربعة وعشرين خمسة يبقى ازا ده عنصر في السلسلة الانتقالية يحتوي فيه الدي على خمسة الكرومات في عنصر تاني يا مستر اه في عنصر تاني مش التعارف ان المانجانيز 25 برضو ارجون 18 بس ده مش شايز هحط هنا اتنين يبقى عشرين يبقى خمسة يبقى هنا برضو 25 يبقى ما هم العنصرين هم العنصرين الكروم والمانجانيز ومع توضيح اجابتك بالتوزيع الالكتروني لكل من الكروم والمانجانيز السؤال رقم 14 وابضح الاكسادة والاختزال في هذا التفاعل وميديك معادلة اربعة كي او تو زائد اتنين ثاني اكسيد كربون مع اديني كربونات بوتاسيوم وثلاثة اكسوجين اعمل اول حاجة انقل المعادلة بتاعتي واقول اربعة كي او تو زائد اتنين ثاني اكسيد كربون عليه اعمل حفاز سيبقت منه اتنين كي تو سي او سري زائد تلاتة اكسوجين اعملي بقى الكلام انا عاوز اعرف الاكسوجين هنا بكام وبقى بكام امسك الكي او تو وروح اشوف بقيت ايه بقيت كي تو سي او سري لو انا عرفت عدد تاكسود الاكسوجين هنا بكام يبقى انا الدنيا كده وهنا بكامي بعرفت انا طالع ولا نازل لان انا خدت المخطط بتاعنا وانت طالع اكسادة يعني عامل مختزل وانت نازل اختزال يعني عامل مؤكسد هنا الكي انا حفزها بمجاب واحد بتتحفز زائد اتنين او بيساوي زيرو يعني الاتنين او هتساوي سالب واحد يعني ال او هتساوي سالب نص طب تعال لنا حال تانية اتنين كي زائد كربونة زائد تلاتة او بيساوي زيرو لازم افرناتها كده الاول الكيب موجب واحد يبقى اتنين زائد الكربونة محفوظة باربعة زائد هنا زائد تلاتة او بيساوي زيرو يبقى الستة زائد تلاتة او بيساوي زيرو يبقى الستة يبقى التلاتة او بتساوي سالب ستة يبقى ازا ال او بتساوي سالب ستة تقسم على تلاتة يبقى سالب اتنين ويبقى اني سالب نص وبقى سالب اتنين طب ما انت هنا السالب نص يبقى انت نازل للسالب اتنين يبقى حصل له اختزال يبقى ازا ده عامل يبقى ده هنا هكتب كده عملية اختزال يبقى ده عامل ايه? مؤكسد. طب بص النحاة تانية همسك برضو. الكي او تو بقت او تو. خلي بالك بنزي باكتب العنصر بتاعي من غير عدد ملاتو. اوعى تطلق بط. الكي هنا بمجاب واحد الاكسوجين مش عارفه زادي اتنين او بيساوي زيرو. يا هقول له هنا الاكسوجين طالما اي عنصر كده لوحده بزيرو. وانت مغمد عينك. حدير بزيرو. كلور بزيرو. اي عنصر جالك اي جزء جالك لوحده من غير ما يبقى جوه مركب بزيرو على طول سوديوم لوحده بزيرو. هنا هيديني اتنين او بيتساوي سالب واحد. يبقى هنا الاكسوجينة بيتساوي سالب نص برضو. سالب نصه بقى كام? بقى زيرو. سالب نصه بقى زيرو. يبقى طالع ولا نازل? لا طالع. يبقى حصل له ايه? حصل له اكسة ده. اللي بقى السؤال رقم خمستاشر جميل جدا بيقولك ادرس المخطط التالي ثم اجب. اتنين ماغنيسيوم مع الاكسوجين. الماغنيسيوم مع الاكسوجين يديني اكسيد ماغنيسيوم مع الفلز لما يتفاعل مع الاكسوجين يديك اكسيد الفلز يبقى ام جي او. طيب. وهنا سالس اكسيد الكابريت مع المية مع اكسيد الفلز اكسيد الحمض يعني مع المية يديك الحمض وهنا يتكون حمض الكابريتيك اتشي تو ايس او فور هنا ايس او سري خدت الاو دي بقت ايس او فور. طب لما فعل ايس او فور مع اكسيد الماغنيسيوم يديني ايه? قالك يديك الملح والمية. يعني لما تفعل الحمض مع اكسيد القعدة يديك الملح والمية. فاكريني تفاعل التعادل حمض وقعدة يديني ايه? ملح ومية. حمض وقعدة ملح ومية. هنا هيديني المية تلعت ادي الاتشي تو تلعت مع مين? مع الاكسوجينة. ابقى مين الماغنيسيوم والكابريتات او احدهم مع بعض يبقى ام جي اس و فور والام ماغنيسيوم تكافؤ كام سنائي والكابريتات سنائي يبقى ايزا خلاص مش هكتب هنا في التكافؤات حاجة. يبقى ايزا اكتب السيغة الكيميائية خلاص كتبناها اكتب المعادلة كتبناها والحمد الله. خش على السر رقم 16. الجدوى للمقابل يوضح اعداد الكم الاربعة للالكترون الاخير. في زارة العنصرين اكس واي اي من العنصرين. اذا تم تعريض ابخيرته النقية لضغط منخفض فان الالكترون الاخير فيه سوف يصار ليصبح له نفس اعداد الكم التي للعنصر الاخر. بص معي. صلى عن النبي عليه الصلاة والسلام. هنا اصارة اي عنصر بتتوقف على ثلاث حاجات. يا اما عمل تفريغ كهربي. باستخدام واستخدام فرق جهد مرتفع. وضغط منخفض يعمل لك اصارة. يا طرى تعالى في المستوى الطاقة الرئيسي ان باتنين. الان يصار يبقى ستة ولا الستة تصار تبقى اتنين. طبعا هي اللي تصار وتبقى ستة ما هو بيقول لك بس. اي من العنصرين ازا تم تعريض ابخيرته النقية. فان الالكترون الاخير فيه سوف يصار ليصبح له نفس اعداد الكم للي جانبه. للعنصر الاخر. يبقى اكيد العنصر اكس. بكل بساطة. ركب سبعة عشر. الجدول المقابل يوضح انصاف اقطار بعض الزرات والايونات. احسب طول الرابطة في كل من جزء كولوريد الهيدروجين ووحدة سيغة كولوريد السوديو. بص معي. طول رابطة ايونية وربطة تساهمية. الربطة الايونية هتساوي مجموع نصفاي كوتري ايوني وحدة السيغة. يبقى بينلعب على الايونية. كولوريد السوديو ده مش لما يتفاكك في المياه يديني اني موجب وسائل سالب. يبقى ايزا ده ايوني. يعني سيغة وحدة سيغة. باعتبروا وحدة سيغة. ايوني وحدة السيغة. تساهمية يعني مجموع نصفاي كوتري زرتين. جبتلك زرة مع زرة مختلفين مرتبطين ببعض. هجيب نص الكتر هنا ونص الكتر هنا واجمحهم مع بعض. بصي معي في المسألة. جزء كولوريد الهيدروجين ووحدة سيغة كولوريد السوديو. ووحدة سيغة كولوريد السوديو يبقى ده ايوني. يبقى هروح امسك ايون السوديو مع ايون الكولور واجمحهم مع بعض. يديك الناتج اتنين علامة سبع ستة انجستروم ودي وحدة قياس انصاف الاكتار في الزرات وحدة سيغة. جزء كولوريد الهيدروجين مش جزء يبقى هتزور على زرتين زرة الكولور وزرة الهيدروجين فين زرة الكولور اهي فين زرة الهيدروجين اهي يبقى هجمحهم مع بعض هيديك واحد علامة اتنين تسعة تسعة وعشرين من مية انجستروم. وفي حسن الختام يا رب تكونوا استفدتوا حاجة. ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد اشوفكم على خير مع النموذج الرابع والسلام عليكم ورحمة الله.